نظمت نقابة الصحفيين يوماً تضامنياً مع الصحافة الفلسطينية كما نظمت مؤتمراً صحفياً بعنوان الصحافة الفلسطينية في مواجهة الإبادة يوم مع الصحافة الفلسطينية نظمته نقابة الصحفيين المصرية للتضامن مع شرات الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع النهاردة كمان إعلان برفضنا لتصفية القضية الفلسطينية سباق عبر مخطات تهجير أو توطين وإعلان تضمن مع الشعب الفلسطيني في كل خطواته في كل مقاوماته في مقاوماته الباسلة المستمرة واللي هي نجحت في فرد الرواية الفلسطينية ونجحت في تحقيقها حتى الآن ومع الصحافة الفلسطينية نجحت حتى الآن في هزيمة الرواية الزائفة التي تنقلها التي حولت إسرائيل أو الكائن السلوني فردها نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق معنا كنقابة صحفيين فلسطين تقوم بدور عظيم ودور كبير هي يوميا تقوم بفعاليات ويوميا تتواصل معنا وتتابع أوضاعنا كصحفيين فلسطيني وكنقابة صحفيين ويقوموا بجهد هائل وهم يمثلوا كل الجسم الصحفي المصري وكل المؤسسات الإعلامية المصرية لذلك نحن نقول من أبر شاشتكم أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعموم الصحفيين الفلسطينيين يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بكل الجسم الصحفي والجماعة الصحفية في مصر على أدائهم ودورهم العظيم وخلال الفعاليات أقيم مؤتمر صحفي مشترك بين نقابتي الصحفيين في مصر وفلسطين والاتحاد الدولي للصحافة لمواجهة الإبادة التي يتعرض لها المدنيون العزل في غزة والضفة الغربية المحتلة قيمة التضامن هي جوهر العمل النقابي على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقريم وعلى المستوى الوطني التضامن مع الصحفيين في مثل هذه الأوضاع التي يعيشها أخوتنا وأخواتنا زملائنا في غزة هي أحيانا تشكل التوازن النفسي الضروري لعمل أي صحفي في الوضع الذي يعيشوا فيه لذلك نحن فخرين جدا أن نكون موجودين هنا في مصر مع الصحفيين المصريين مع نقاب الصحفيين المصريين المعروفة بعلاقاتها التاريخية واهتمامها في الصحفيين الفلسطينيين مصر دائما داعم للقضية الفلسطينية هي تنقل الأحداث وتنقل ما يقع من جرائم وخاصة استهداف في ظل حملة إسرائيل الممنحجة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين بمنازلهم بأهليهم بكل ما يملك هذا الصحفي وفي ختم الفعاليات عقدت النقابة ندوة بعنوان القضية الفلسطينية والمعايير المزدوجة ومخاططات التهجير أعلن خلالها المشاركون رفضهم القاطع لمخاططات التهجير ومطالبين بإعادة توطين الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم وديارهم في قطاع غزة تحت وطأة القصف والدمار الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية أحمد الحسيني التلفزيون المصري